أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على متابعة تفاصيل الاستعدادات اللوجستية والموضوعية الخاصة باستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر المناخ كوب 27 جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض بعض الإجراءات الخاصة بالاستعدادات الجارية لاستضافة المؤتمر وشهد الاجتماع استعراضا للفكر التصميمي للمنطقة الخضراء حيث تم تحديد مساحات العرض التي سيتم إنشاؤها على أن تكون هناك الكثير من المناطق الخاصة بالعرض منها عرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية وكذلك عرض للابتكار والعلوم وأخرى للرعاة بالإضافة إلى معرض للمجتمع المحلي لتعزيز المشاركات المجتمعية بمختلف الفعاليات وغيرها